أبائكم قبلوا من الله أقوالا موسى قبل من الله أقوالا حية ليعطينا إياه وهنا أتوقف وأقول إن كلام الله مش أفكار الله هو اللي عندنا اللي بين إيدينا نحن لا نملك أفكار الله كما يريد بعض اللهوتيين أن يوهمونا لكننا نمتلك أقوالا حية قبلها من الله إحنا بنحترم كل كلمة في هذا الكتاب لأن الله أعطى لموسى أقوالا حية وبوليس في كورينتوس الأولى اتنين يقول نحن نتكلم بهذه الحكمة لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح قدس موصلين أفكار الروحية بأخوال روحية إذن كلمة الله ليس فكرة الله لكن ذات الحروف والكلمات نحن نحترمها اللي إحنا بنقول بنسميها الوحي اللفظي نعم وحي اللفظي الفعل بيختلف لما ظهر الرب لموسى وقال له أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب لم يقل له أنا كنت إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنا إله ليس الله إله أموات بل إله أحياء لأن جميعهم أحياء عندهم